موسيقى التداعيات الإخبارية للتداعيات لحادثة اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مستمرة عبر كواليس الأحد إكسترا إذا صح القول بمواكبة إخبارية نقرأ أكثر بهذا الحدث نعرف لوين رايحين معنا مدير تحرير الأخبار في موقع إيسي بيروت الأستاذ ميشيل تومة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك سؤال الأول عن معالم المرحلة اليوم نحن اللي رايحين عليها في لبنان بعد هذا الحدث الكبير الكتار عم بيقولوا نحن قديم مرحلة خطيرة ومعقدة وتاريخية تاريخية مش مسبوقة أكيد لسببين أولا أنه شي الواضح الأكيد أنه حزب الله اللي كان عم بنحك عنه وحزب وميليشيا بالعالم نضرب ضربة موجع جدا جميع الأصعيد يعني أصعيد الإيادة أصعيد الجوادر الوسطى وأصعيد البنى التحتية والضعضة واضح أنه فيه خاصة بعد حدثة اختال الأمين العام فمن ناحية هذا الحزب فجاءت يعني كان يحكى مئة ألف صاروخ وقوة توازي قوة ردعم إبي الإسرائيل ليش ما بين الواقع أي ده الشيء لأنه في سببين يمكن جاءهم يمكن تعليمات من إيران لأنه نحن نعرف أنه بالنسبة لحزب الله قرار السن والحرب مش بأيدهم مش بأيد الحزب ومش بأيد الإيادة بأيد مرشد السورة الإسلامية فإذا بدوا يستعمل إذا فعلا عنده هالإدراء عصعيد الزريخ والبعيدة المدى هذه بدوا يأخذ دول أخضر من إيران ليستعملهم لأنه قرار السن والحرب مش بأيده هذا واضح بكل بإيديولوجية الحزب الله فهذا أولاً تانياً بظهر وعيه أنه فيه بوجهم جيش متفوق يعني عالمياً على صعيد التكنولوجيا على جميع الأسعادة أولاً تانياً جيش عنده سيطرة تامة تامة بكل الشر القاصة مش بسبل لبنان أصعيد السلاح الجوي أن الطيران الإسرائيلي مسيطر على الجو مش بسبل بكل الشر القاصة يعني واصل لإيران وقت عمل عملية بأصفهان من فترة وصلوا لأصفهان ضربوا بأصفهان وما في حدا يعني ما في لا دفاع جوي ولا شيء فبالتالي هلأ ليم الأساس ما وعيوا له الشيء وهذا شيء سؤال خطيق من طرح يعني أنه تفاجأوا برأيك بهذا الموضوع ما كان عندهم بحسباتهم مثل هذا الأمر؟ يعني إذا تفاجأوا شغلة خطيرة جدا يعني معناتها جميع منهم البروفيشنال يعني وإذا ما تفاجأوا وفاتوا بهالمعركة كمان مشكلة أعظم يعني مشكلة أعظم يعني بس هون بنرجع نطرح موضوع القرار قرار إعادة فتح جبت جنوب أكيد مش حسن نصير الله أخده وأكيد مش إيادة حزب الله أخدت القرار القرار وقرار إيراني متما صار بغزة بغزة عمليا على الأرض حماس هو نفذ بس القرار السياسي على صعيد المنطقة كان قرار إيراني رغم أنه إيران أعلنت أنه هي ما كان معا أي علم بالشيء اللي صار بـ 27 تشرين إيه هلا فيهم يعنوا شيء والواقع على الأرض شيء تاني يعني ألا يمكن ما كان معهم خبر بالتوقيت بالنهار بعيد النهار بعيد النهار بس القرار السياسي لعملية غزة أكيد كان قرار إيران إيراني والأسباب معروفة يعني إنه كان بدأ إيران أولا نتوقف إتفاقات أبرهام إنه تتطبط إتفاقات أبرهام بين السعودية وإسرائيل هيدا أولا يوضع أحدا لمسار إتفاقات أبرهام وثانيا كان بدأ إيراني يشعروا يترحب حالهم على الساحة الإقليمية كان لعب أساسي ويتفاوضوا مع واشنطن ومع أماغكا اليوم حزب الله به هالوضع اللي هو فيه هالضربات اللي حكيت عنا من شوية اللي تلقاها كيف بدوا يتصرف يعني عنا تحديات قدامه يمكن أول شغلة حرب المشاغلة والمساندة اللي أعلن السيد حسن نصر الله بيقدر الحزب يكمل بهذه الحرب برأيه؟ أكيد ما فيه يكمل أكيد طرح حرب المساندة وردع التصدي الانتفاع عن لبنان هيدا كلها شعارات سقطتين ووحدة الساحات كمان هيدا كمان شعار سقط واضح هلا بيقدر يكفهوا متماع بيعملوا هلا المواطلتين بيبعطوا صرخان ثلاثة أو عشر صوريخ على تلقا فيفو حيفا إنكي منصهم بيعتردوا إنه بصير فيه اعتراض إنه من قبل القمزة الحديدية وقسم بيوقع بالبحر متما شفنا الفيديويات هلو بيقدر يكفهوا هيك يعني بس إنه هيدا مش إنه مش حل يعني بس كمان إذا من ضمن يوقفوا هالحرب متما نماشيه كمان هيدا عرار في طهران يتأخذ مش هوم عندهم ولا عند إسرائيل اليوم عرار الحرب . اليوم رأينا المبادرة صارت بيد إسرائيل لا أكيد أكيد مبادرة الأرار هو البيئد إسرائيل طيب ما بدى إسرائيل من هادية الحرب، الأرار بيد إسرائيل لنقول هادية الحرب التي أعلنتها لوا بده توصل فيها بالنسبة للبنان شيء الأكيد أنه ما ممكن الإسرائيلي يقبلوا بوقف طلق النار أو بوقف العمليات الحربية طالما فيها حدود شمالية تنظيم مسلح مثل حزب الله ممكن يوما ما يمكن بعد سنة سنتين ثلاثة إذا إذا انتهت إذا قبلوا بوقف طلق النار على قصص ملنا ثابتة أنه ممكن مين بقيل لنا هذا التنظيم ما بيقون بعملية مثل العملية 27 حدودهم شمالية ففي بعدات في تقييد شعبي صعيد الإسرائيلي وتقييد حتى من قبل المعارضة الإسرائيلية أنه جبرة الشمال ما ممكن أنه النقبل يقبلوا أنه يضال فيه تنظيم مثل حزب الله يعني يكون حتى لو نسحبوا حتى لو نسحبوا عشر كيلومات أو خمسة عشر كيلومات أو حتى للنهر اللي طاني هذا ليس حل لأنه شفنا سنة الألفين وستة صار فيه وقف طلق النار وما طبقوا لقرار الألف وسبعمائة وواحد اكتفوا بس بيوقف طلق النار ووقفت هون مع أنه الألف وسبعمائة وواحد بنص إنه ممنوع يفوت سلاح رير شعري شعري على لبنان والبرهان عملوا قوة بحرية بقيادة الألمان تيمنعوا دخول سلاح عن طريق البحر لكن ما تطبق مضبوط للقرار فبالتالي ما ممكن يقبلوا فقط بوقف طلق النار عادي وحتى بانسحاب لشمال الإيطاني لأنه برهنة الأحداث من سنة الألفين وستة لهلا أنه يمكن بنتزموا شهر شهر شهرين ثلاثة خمسة ستة شوق وشوي شهر برجع حزب الله بيمتد بجنوب لحدود إسرائيل وبيفوت سلاح وزخيرة وبيعمل مستوضعات بالبضية فبالتالي أدفهم بتصور الإسرائيلية أنه يحلوا بشكل جزري ونهائي مشكلة الوجود المسلح غير الشرعي على حدود الشمالية استاذ ميشيل تومى مدير التحرير بموقع إيسي بيروت كلامك بيدل يمكن أنه الألف وسبعمية وواحد ما عادي يكفي مثل ما هو برأيك صالح أنه يكون هو وسيلة الحل ولا أنه بدنا قرار معدل الألف وسبعمية وواحد إذا بطبق بكل بنوده من درجاته ممكن يكون حل لأنه شو بينصف ألف وسبعمية وواحد أنه انتشار الجيش والقوات الدولية وتقوية عداد القوات الدولية والجيش جنوب الليطاني هيدا أولا بس الأهم من هيك أنه منع دخول أي سلاح ريء شرعي على لبنان وبيطلب الألف وسبعمية وواحد من كل الدول أنه تمتنع عن تصدير أي سلاح أو زخيرة للبنان فإذا تطبق ألف وسبعمية وواحد بكل بنوده ممكن يكون حل لكن المشكلة أنه سنة 2006 لا تطبق يعني اكتفوا فقط بيوقف تطلق النار طب اليوم شو اللي بدو يضمان أنه يتطبق يعني الضمانات مين بدو يعطيها؟ آه على هون من نرجع للموضوع الإيراني يعني بالنهاية العرار السلم والحرب أو عرار تطبيق أو عدم تطبيق الألف وسبعمية وواحد هو بالنهاية عمليا الحكم النظام الإيراني هو قد يفشل أو يطبق الألف وسبعمية وواحد هيدا يعني بيستدعي أنه بدي يكون في عنا ديل أمريكي إيراني إذا صح القول حتى نقدر نحكي بحل عملينا إذا بنا نكون وقاعيين وإذا بنا نكون جديين الحل بالنسبة للبنان لسوق الحظ يعني موجود بطهران منو منو مش موجود بلبنان لازم إنو إلا يكون في ديل بين الإيراني والأمريكان عمليا ينكم هيدا اللي عم بيصير هيدا اللي عم بيتفوضوا عليه لكن الحل الأمثل بالنسبة إنا هو إنو يقدموا للإيرانية عرض أو حل أو مشروع يكون بالنسبة إنا لمسحة لبنان لمسحة سيدة لبنان حل ما من الإيراني ما 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 يقدروا يرفضوا مثل عن طول بعض يعني مثل فيه من جودفادر جودفادر وقتا كان جودفادر طلب شيء من رجل عميل رفضوا بالأول قال جودفادر للمساعدة تبعه تصرف بطريقة ما يقدر يرفض ما يقدر يرفض مطلوب يدمه شيء مع الحكم الإيراني إنو يفرضوا عليه وضع أو حل معين ما يقدر يرفضوا هذا الحل أو الوضع المعين اللي أتكلم عنه ممكن ما يكون لمسحة لبنان يعني على طول نحن عندنا الخوف من تسوية على حساب لبنان وشفنا بالتسعين يعني الويصاية السورية نتيجة تسوية على حساب المسحة اللبنانية إيه اللي عم بيصير حاليا بدل إنو مش بها التوجه مش بها التوجه نحن نجم نقول إنو ما ممكن حزب الله يستمر بالوضع اللي كان فيه اللي بطل بالوضع ما ممكن إنو الوضع اللي يستمر بالوضع اللي كان فيه يعني انفلاش ميليشيائي وعسكري وإمنة وسياسة وتهديد لكل دول منطقة وتهدين بيضرب حيفا وتلقى فيه بصوريخ وكذا الأمور متمنى ماشي متمنى ماشي بها الاتجاه يعني فيه المصار متل ما ماشي ما بيكمل ما بيكمل هيك يعني الهيئة شي المطروح وإذا بدو يكون فيه حل جدي بالمنطقة لازم نوضع حد لنفوذ ووجود الميليشيات اللي تابع على إيران ليس بي لبنان يعني عملياً هم بتحط قيود على نفوذ إيران نفوذ إيران للأمني والعسكرية بقيت هيدا هيدا المطروح جمدوا ما لغيوا جمدوا مسار اتفاقات أبرهام وبنفس الوقت رجعت ذكرت إيران لأنه أنا هون تعالوا حكوه معي لأنه أنا بدي يكون عندي دور معين أو مصالح معين بالمنطقة فالسؤال المطروح هل هالدور والمصالح هن مصالح اقتصادية سياسية أو هيمنة على المنطقة وهيمنة مع كل الانعكسات الهيمنة الانعكسات الأمنية والعسكرية بظهر متما الأمور ماشية إنه مطلوب إنه ينوضع حد للهيمنة الإيرانية الهيمنة العسكرية والأمنية والسياسية لكن إنه نبحث المصالح الاقتصادية أو وجود أو دور لإيران كقوة إقليمية بس ما يكون فيه احتلالات لأنه عملياً إذا كان متما كانت تماشي الأمور كان فيه احتلال إيراني فنانا نقول لأشياء بأسمية كان فيه احتلال إيراني بالدولة وكل مفاصلة بالعراق بالعراق الحجد الشعبي صف الحجد الشعبي هو يمكن ما قوى من الدولة صارت إيران هي عم تمتص للصروات المالية بالعراق عم بتمول حالة إيران من العراق باليمن شفنا شو عم بيصير باليمن وفي سوريا يعني كان ألوة على كل حال يعني بقتل قاسم سليماني قال أنه نحن لدينا النفوس بأربع عواصم عربية يعني استاذ ميشيل توبة اغتيال حسن نصر الله في تراجع لمشروع المحور بقتل هذا شيء واضح لأنه واضح بندرب الأداة الأساسية للمشروع التوسعي تنقوم ولمشروع الاحتلال الإيراني لأقله أربعة دول بالمعطة بالشر الأوسل الأداة الأساسية لإيران كانت حزب الله لدرجة أنه بعد مقتل قاسم سليماني كان عم بنحكى أنه حسن نصر الله هو كان مكلف أنه ينسق بين الميليشيات والأدوات الإيرانية بالمعطة الأداة الأساسية لمشروع إيران حزب الله لماذا كان في قراءة إيرانية مختلفة للأمور وشفنا بأكثر من تصريح الرئيس الإيراني ووزير خارجية إيران كان عندهم قراءات تجاه أمريكا مختلفة كلياً عن قراءة حزب الله صح هنا في أولاً العقوبات تتأثرت كثيراً يعني أول مطلب للإيرانية رفع العقوبات إنه صحيح كانوا عم بيستفيدوا من العراق صحيح كان عم بيصير فيه تصدير للبترول بطرق رير شرعية صحيح إنه كان فيه علاقات مع الصين ومع الروسية لكن بظهر العقوبات أثرت كثير هادي أولاً ثانياً الوضع الاجتماعي الوضع الداخلي بإيران ما أنه كثير مستطب يعني ما ما فيه فيه واضح إنه فيه أصعيد المجتمع الإيراني واضح إنه الوضع ما أنه كثير مستطب ثالثاً وهذا أكيد يمكن ما بيقولوها هو الملف النووي يمكن لب الموضوع يمكن بالنسبة للإيرانية صاروا على وشك إنه يوصل للإيملة الزرية ما بدون يعني بدون يحاولوا يعملوا اتفاق مع الغرب بطريقة إنه يقدروا يوصلوا للإيملة النووية خاصة بسعر وصلوا مثل ما بيقولوا بالإنجليزي على الفينيش إنه ما بدون آخر مئة متر من مشروعه النووي اللي صارلون يمكن مع عشرين سنة عمشتروا فيه إنه بغلال على المئة متر آخر مئة متر إنه يكون فيه توتر أو يكون فيه سراع مع الدول الغربية يمكن بدون يروقوا يعني علاقاتهم مع الدول الغربية تأييدوا يكفوا مشروع النووي للآخر يمكن فيها الحسابات يمكن فيه هو مجموع العوامل الوضع الداخلي والقيود ويمكن مشروع النووي خلت يمكن آخر فترة بشأنه يمكن فينا نفسر انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي إصلاحي لأنه فعلا إذا لو مرشد الثورة الإسلامية علي خمينيه لو ما بده هو إنه ما بيخليه يترشحه ما بيخليه أصلا ما بيخليه يترشح بالأساس ما بيخلوه أصلا يترشح إذا خلوه يترشح ويطلع رئيس جمهورية معناتها من مصلحتهم أنه يجعبوا ويرطبوا علاقاتهم مع الغرب أستاذ ميشيل تومة قراءة سياسية أخرى ينضب إلينا الكاتب السياسي الأستاذ أسعد بشارة صباح الخير صباح النور أستاذ شاربل صباح النور أستاذ ميشيل سؤال أستاذ أسعد لبنين من دون حسن نصر الله كيف رح يكون؟ هل نحن قدام مرحلة جديدة؟ وشو عنوينا البارس؟ لا شك أنه حزب الله بني على أعتاد أن يكون منظومي مش حزب الشخص ولا حزب الفرد ولكن حضور ومواصفات أمين عن حزب الله هي هي مواصفات لافتة ومميزة نظراً للمواهب القيادية اللي كانت يتحلى بها بموضوع إدارة المشروع السياسي للحزب اللي هو مشروع انتداد لمشروع إيران وإدارة الجهد العذكري والأمني والمزج بيناتهم بستراتيجية وشدة طبعاً غياب سيد حسن نصر الله يعني يغيب عن المشهد تقصية كانت مؤثرة جداً ومنها وعبرها ترسم السياسي في لبنان ويطم السيطرة على القرار في لبنان أنا عم بتحدث عن مرحلة من العام 2005 على الأقل إلى اليوم والجميع يشهد هذه المراحل شو اللي صار فيها بعد اغتيال رئيس رفيق الحريري وتعطيل الحكومات وكل ما حصل يعني من من نساك لقرار لبنان بقبضة شبه حديدية وتوظيف الطبع السياسي لمصلحة مشروع الحزب والاستمرار بالبعد الإقليمي لعمل حزب الله من ضمن استراتيجية إيران كان السيد حسن نصر الله يعني لاعباً ماهراً في كل هذه الملفات والآن إيران هي أمان مسؤولية وتحدي بالنسبة لإذنى المدلل حزب الله بأنه تعييد هيكلة وضع القيادة سواء سياسياً من القيادة السياسية والقيادات الميدانية وكل الفراغ اللي حصل نتيجة هذه الدربات وأن تمسك هذه الحزب بإدارة مباشرة ربما حتى لو تطورنا أنه سيتم تعيين خلف للسيد نصر الله طريعاً فأن إيران ستكون بإدارة مباشرة للحزب نتيجة كل الضربات التي حصلت والسغرات التي حصلت والحالات لا توازن بإدارة الحرب وإدارة السياسة اللي راح نشاهدها بعد غياب نصر الله استاذ أسعد بشارة لا نطلع من هذا النفق شو المطلوب أولاً من حزب الله وثانياً من الدولة اللبنانية يعني إذا ما نرجع نكرر ونقول إنه شو المطلوب من حزب الله ربما يكون المطلوب من حزب الله خارج الموضوع الذي يطلب من حزب الله إنه هنتع تطلب منه شيء خارج برنامزه ومشروعه فكيف يمكن أن يلبيه؟ عندما يطلب منه الالتزام بالسبعتاش سفر واحد وبينشر الجيش على الخط الأزرق لحماية لبنان وبتطبيق سبعتاش سفر واحد كاملاً لحماية لبنان هل هو على أجنته أن يعني حماية البلد بالطريقة اللي إنت عم بتشوفه أو أنا عم تشوفه؟ لا على الإطلاق وإلا ما كان بتنعمل حرب المساندة فإذاً هنا اللي عم يطلب من حزب الله واللي مستعدين باعتقادي أن يمدوا اليد وفقاعدة تحت ثقف الدولي والمؤسسات قد يصابوا بخيبة أمل جديد يعني أنت تعالج موضوع بإعطاء الدواء غير المناسب ودائماً بالتوقيت غير المناسب إيران هي التي تمسك اليوم بملف حرب المساندة إيران التي تفاوض على موضوع عودات المستوطنين إيران التي تقول لحزب الله يستمر أو لا يستمر بموضوع المساندة إيران التي تفاوض مع الأمريكيين لأن هذا الاستثمار هو استثمار إيراني بامتياز وهذا الاستثمار من الطبيعي دولي عم تحلم بنفوذ إقليمي وعم تتوسع نفوذها الإقليمي أن تستعمل كل الأوراق التي ترى أنها ممكن استمالة وأبرز الورقة اللبنانية الورقة اللبنانية هي من أهم الأوراق بإيد طهران لا يضافي إلى الورقة اليمنية والورقة السورية والورقة العقرية ولكن يبنان حزب الله هو الإبن ليس المدلل الإبن الذي اهتمت إيران برعايته حتى يكبر ويصبح مؤثراً ويصبح لاعباً فاعلاً في خدمة هذا المشروع اليوم إذا صورنا أن قوى سياسية مثل قوى المعارضة والقوى المعترضة أو الوسطية التي ما بدها كان بالأساس هذه الحرب هذا تتقدم بمبادرة هل راح تلقى صدى عند الحزب أو عند طهران أنا أشك بهذا الموضوع ولكن يعني يفترض يفترض أنه من باب إعادة تأكيد الرغبة بالشفاظ على لبنان ومنع تدميره أن تقدم هذه المبادرة وأن يقال نحن نمد اليد تحت تقف الدولة وبعتقد الجواد بنسبة 90% واضح شو راح يكون ولكن ما في ضرر أبداً من أن تجتمع المعارضة تجتمع هذه القوات السياسية وتقول شو برنامجها وتحدد سوابة المرحلة وتحذر أنه نحن لواء رايحين وتعمل جولة اتصالات عربية ودولية لأسمع صوت مختلف من بيروت بأنه البلد ليس بشكل مطلق تحت هيمني أو تحت وصاية تأخذه إلى حزو تشار بدي تشكرك الكاتب السياسي الأستاذ أسعد بشارة وأعود إلى ضيفي بكرة بشارة بكرة بشارة صحيح بس بالنسبة له هذا موضوع ثانوي بالنسبة لحزب الله بالنسبة لحزب الله كل موضوع لبنان ومصلحة الشعب اللبناني وحتى مصلحة بيئة حزب الله بالنسبة له هذا شيء هامشي أو ثانوي دوره الأساسي هو يكون أداة بخدمة المرشد الثورة الإسلامية وبخدمة حراس الثورة ما بدك مكونات لهالأداة إيادة العسكرية للحزب نضربت الغني صحيح هلأ هون هون صح في وضع جديد يعني حزب الله مثل ما كان قبل نهار الجمعة شيء وهلأ حاليا الوضع مختلف تماما بس حتى هيك إذا بده بتمقال أستاذ بشارة أنه حتى إذا بده يوقف الحرب بالجنوب القرار مش إله حتى لو في ضغط اجتماعي وظروف إنسانية على صعيد الداخل النسبة يقول له هذه ما بيقشها حساباته من حسابات لبنانية حساباته حسابات إقليمية يعني مثل فريق فوتبول يعني إذا أنا بدي ألعب فوتبول وبطلب من دادي يشكل فريق هتنلعب سوى فوتبول إذا إجوا بفريق بيلعب باسكت وأنا بدعب فوتبول ما فينا نتفق ما فينا ما بتثبط اللعبة يعني هون زد شيء إنه حزب الله عم بيلعب على رير ملعب يعني ما إنه عم بيلعب على الملعب اللبناني حساباته واحد إقليمية وماحد إيرانية حتى لو في ضغط داخلي وإنساني وضغط اجتماعي ما في فرصة قدام لبنان إنه بهذا الوضع الجديد المستجد خلينا نقول يقدر يكون عنده أمل بالخروج من النفق حاليا صح في فرصة لأنه العنصر اللي كان نواقف بوجه مشروع بناء دولي هلأ ضعضع فمش نكجة نطلقي اللي كان عم بقول أستاذ أسعد بشارة إنه مفروض المعارضة السيادية تنسميها بكل الأحزاب والشخصيات اللي رافضة المشروع حزب الله اللي هو المشروع الهيمن الإيراني مفروض هي تتوحد أولا جهودها وتقل موقف موحد وتعلي سقط بوجه المجتمع الدولي تقول إنه ما منقبل بقى إنه الوضع يرجع متما كان قبل قبل 28 أو حتى قبل نهار الجمعة قبل 27 أيلول ما بشكل إذا خروش على التضامن يعني في كتير داعي للتضامن وإنه هلأ قداش فينا نوحد الموقف التضامن ما ممكن يكون فيه تضامن مع مشروع منه مشروع لبناني هذا أولا ثانيا طالما إذا بدنا نطرح موضوع التضامن ليه حزب الله هو ما تضامن مع الشعب الليبناني إلي هو كان رافض الحرب إنه ليش مطلوب منه نحنا نتضامن معه بوقت اللي هو فتح جبهة وما حانا نطلب منه يفتح جبهة وما حانا نطلب منه يفوت بحرب مع إسرائيل وما سأل عن مصحة الشعب الليبناني إنه هو بالأساس عم بيواجه أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية خانقة ليه هو ما تضامن مع الشعب الليبناني وليه نحنا مطلوب منه نتضامن معه بمشروع ما له علاية بلبنان إنه شو الشعار اللي حرب كان إنه حماية غزة وحماس ما شي بمعن لبنان ما له علاية بالموضوع يعني فبالتالي التضامن لازم يكون فيه تضامن داخلي ووطني بس مش تضامن مع مشروع منه لبناني لتنكون بكل صراحة استاذ مشاتومة بدي روح على تأثيرات وتداعيات هذا الحدث اللي صار اغتيال الأمين العام لحزب الله على المشهد السياسي العام برأيك صار انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ممكن أكتر؟ معقول يكون ايه معقول انا بدي شبه شوي صار اللي صار نعرجم على عملية اغتيال سيد حسن نصر الله بالنسبة لجزء من الطائفة الشفيعية حسن نصر الله كان رمز يعني بدي أعرد انه كيف بالنسبة للمسيحية اغتيال الشيخ بشير جميل كان ضربة قوية للمسيحية وكيف بالنسبة للسنية اغتيال رفيق الحريقي كان كمان صدبة ضربة قوية ضربة قوية للسنية وكيف حتى بالنسبة لتروز كمان جملات كان كمان ضربة قوية للموقع الطائفة الدرزية هون بالنسبة للقصة من الشيعة مشكلة اغتيال حسن نصر الله كان حسن نصر الله كان رمز يعني مثل بشير جميل ورفيق حريقي وكمان جملات بالنسبة للشيعة انه هاي ضربة قوية الواقع هون زيته فهون صار فيه بالنسبة للانتخاب رئيس الجمهورية يمكن صار فيه يعني توازن القوى نوعا ما توازن شوية 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 أقوى من اللي كان قبل اغتيال حسن نصر الله بمعنى انه ترشيح سيمان فرشيبي رأيي اخوار سقطت ما فينا نكون هكا جدا صعب واحد يكون هكا جاذب بالنسبة لها الموضوع بشيل اكيد انه النفوس حزب الله بالنسبة لانتخابات رئيس الرئاس الجمهورية مطل متل قبل لانه وضعه كله سوت لا انا عم بحكي الكلام لانه الرئيس المطلوب اليوم صار مختلف كليا بدك رئيس يجمع وبدك رئيس يقدم الضمانات يعني اليوم في رئيس اي رئيس قادر يقدم ضمانات بالنسبة للوضع خاصة بتطبيق ال 1701 والجنوب يعني هون السؤال اللي بنتره اي رئيس سينتخب صحيح النشيل اكيد انه انه سوفي وضع سياسي على الساحة سياسية اللي بني فيه وضع مستجد واللي كان عائق امام انتخاب رئيس جمهورية متما عم بتقول الاستشار بالليكون فانا نقدر يجلس الوضع بلبنان هذا الفريق اللي كان عائق امام انتخاب هجر رئيس جمهورية ضعضة ضعف كتير فبالتالي الامكانية انه ينتخب رئيس يكون فعلا قادر يواجع المرحلة الجديدة ويكون فعلا يفهم المستجدات على صعيد الاقليمي والدولي صار الامكانية اكبر من قبل يعني بروح معك بالمحور الاخر بالوقت اللي باقي معنا الى الصورة الاشمة للمكرو المنطقة لوين بسبعة تشرين الاول الفين وثلاثة وعشرين بنيامين نتانياهو بكلام واضح سأغير وجه المنطقة من بعد اللي عملته حماس بدي قراءتك للمنطقة بعد كل هذه التطورات اللي عم تصير على شو بدي ترسي الامور بالنهاية بالاقليم هلا هو نتانياهو بعده لا هلأ عم بيقول انه انا بدي ابني شر اوسط جديد واسرائيل الابدية ابدية اسرائيل اه طبعا هلا هيدا معنات الموقف انه بده يوضع حد للادات الايرانية بالمنطقة يعني للميليشيات اللي تابعة سياسيا وعسكريا امنيا لا لايران لانه ايران كان عنده نفوذ سياسي وعسكري وامني وكانت مسيطرة على الحكم باربع دول عربية متما عم بيقولوا انه بشكل انه انه هذا شي كان عم بشكل خطر على اسرائيل امنيا وعسكريا اللي عم بيصير الابدين وضع حد لهالوضع هيدا طبع طول عم نفترض انه ما في ريبليك من قبل ايران على طول انه المبادرة بيد اسرائيل وما في اي رد فعل ايراني هلا رد فعل الايراني ممكن الايرانية انه وهذا تشيب انه نشوف ولا لازم نتابع نشوف بعد اختيال حسن نصر الله شو رح تكون ردة فعل الايرانية لكن انا معداد الايرانيين ما بيقدروا يروحوا كتير لبعيد بالمواجهة مع اسرائيل اولا انه في خلل ميزان القوة في خلل تكنولوجي هائل فاذا الايراني اخدوا قرار يواجهوا بشكل جد اسرائيل تاني نهار بزيت النهار نتانياهو بيقصف كل البنى التحتية العسكرية والنووية بايران اذا الايرانيين بدون يفوتوا بالمواجهة مع اسرائيل معناتها عم بيفتحوا الباب انه نتانياهو يضرب لهم كل البنى التحتية يمكن للصناعية والعسكرية والنووية انا براي ما بيقدروا يخاطروا به الشيء عمان وكملت بنيويورك انا حسين حمل موقف ضعف هلأ ايران هي بموقف ضعف لا اسباب اقتصادية بسبب العقومات ولا اسباب تكنولوجية واضحة ونقال ان الطيران الاسرائيلي هم سيطر على الجو فبالتالي مضطرين يفوضوا اذا مضطرين يفوضوا بندون يتخلوا عن الادات عن الادات بالاربع دول لانه هالادات عم تخلق وضع سياسي وعسكري ما ممكن الاسرائيلية وحتى الامريكان يقبلوا فيه بلشت حديثك انه نحن قدام مرحلة تاريخية وفعلا ما يجري على صعيد ان كان لبنان ولا المنطقة الوبوع التاريخي لانه بدل ما صار انه بدل يعني كان عم بنترح من فترة انه هالياتورا راح يكون فيه صدام ايراني اسرائيلي بالتالي اللي عم بيصير انه الواضح انه الايرانيين ما بدلون يفوتوا بمعركة وبصدام مع اسرائيل لكن اللي عم بيصير انه الامريكان والاسرائيلية بدلون يتصدوا مش لا ايران كنظام والامريكان عم بيقولوها نحن ما بدنا نغير نظام بنا نغير سلوك النظام الايراني لكن نفس الوقت المطروح انه ينوضع حد للهيمن الايرانية عن طريق الادات العسكرية والامنية الموجودة بلبنان وبسوريا وباليمن وبالعراق بيبقى انه تشكرك مدير تحرير الاخبار في موقع اسي بيروت الاستاذ مشال تومة على تنمية الدعوة المواكبة الاخبارية معي انتهت معكم دائما صوت لبنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة